يعمق العدوان الإسرائيلي من الانهيار الاقتصادي في لبنان بينما تتوقع الأمم المتحدة تراجع الناتج المحلي 9% ملياري دولار وأن يتجاوز القتال وتداعياته الاقتصادية بحدث العام 2006 وجاء التقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأثير الصراع على الناتج المحلي اللبناني مع استضافة فرنسا قمة لحجد الدعم الدولي ويتوقع استمرار الصراع حتى نهاية العام الحالي ما يزيد احتياجات الحكومة التمويلية 30% بالتزامن مع انخفاض الإيرادات الحكومية 9% وانكمش الاستثمارات أكثر من 6% العامين المقبلين تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ارتفاع البطالة سيؤثر على نحو مليون عامل في لبنان على أن ترتفع البطالة إلى 33% أما بالنسبة للعام المقبلي فيتوقع كماش الناتج المحلي أكثر من نقطتين وربع النقطة المئوية حتى لو انتهت الحرب العام الحالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية يرجح أن تكون قريبة من تلك التي ألحقتها حرب 2006 وتراوحت بين مليارين ونصف المليار دولار إلى ثلاثة مليارات ونصف وهي فاتورة مرشحة للزيادة بالنسبة للتجارة فإن إغلاق المعابر سيخفض النشاط 21% بالتزامن مع تقلص الوظائف في قطاعات السياحة والزراع والبناء وتزامنا مع التدمير الاقتصادي تكبد لبنان فعلا خسائر بيئية هائلة العام الماضي نتيجة الذخائر غير المنفجرة والتلوث الناتج عن مواد خطرة محتملة وخاصة الفسفور الأبيض العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على لبنان يزعزع استقرار الاقتصاد الهش وينذر بتباطئ طويل الأمد